موسيقى مساءكم خير وتاني هنقول أنه الحديث عن الأزمة العالمية محدش فينا يتوقع أننا نجامل ونقول أنه هيخلص أورايا والحديث عن تحديات اقتصادية برضو مش هيخلص أورايا لكن الحديث عن فرص وعن إمكانات وعن مخارج لأزمة موجودة بالفعل ده الحديث الذي لا يجب أن ينقضع واللي ما ينفعش نتكلم عن نص الحقيقة ونقول أنه في أزمة عالمية طبعا في أزمة عالمية في مشاكل اقتصادية حقيقية بتواجه العالم كل وأفضل الاقتصادات في العالم أو طبعا موجود احنا النهاردة بنسأل عن الأزمة المركبة من شهور كنا بنتكلم عن أزمة جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات اقتصادية النهاردة بنتكلم عن المئة يوم الحاسمة اللي غيرت شكل الاقتصاد العالمي والمتوقع أنها ستظل تؤثر على الاقتصاد العالمي لفترة مش طويلة ونتمنى أنها تكون مش طويلة لكنها أكيد مش قليل الأسئلة الكتير دي ترجعنا لتأثير ده علينا محليا ده اللي يهمنا ويخصنا وطبعا يهمنا أن نبقى عندنا نظرة عالمية عشان كده النهاردة خير ومن يحدثنا دكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية بنوارنا يا دكتور شرفت الحمولة دي كيف أن دكتور لما بنتكلم عن مئة يوم من الحرب الأوكرانية روسية ما عرفش ليه ده بيفكرنا أولا أن الأيام بتجري بسرعة ثانيا أنه هذه الحرب كانت يعني بتلوح في الأفق من فترة طويلة جدا فالسؤال اللي عايزة أرجع أسأل عفوا قبل المئة يوم هل في بعض الدول قرأت مبكرا هذه الأزمة وهل مصر إحنا كنا من هذه الدول اللي قرأت أنه في أزمة قائمة سياسيا حتى على المستوى السياسي وتحرقنا ما يسبق هذه المئة يوم طبعا بالتأكيد يعني بالتأكيد في الجمهورية الجديدة في مصر الدولة بتدار بالعلم وبالتخصص فإحنا كان أولا الناس برضو بتختزل أن الأزمة الاقتصادية العالمية اللي موجودة حاليا هي بسبب الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا وده مش حقيقي يعني مش هي دي الحقيقة إنما دي رواية من إحدى الروايات اللي بيرويها الإعلام الغربي الممول والموجه إنما الحرب إحنا النهاردة في أحد فصول الحرب الاقتصادية العالمية الحرب التجارية العالمية مش الحرب التكتكية الموجودة على الأرض يعني الحرب في الآخر التكتكية أو العسكرية اللي بمؤيدات عسكرية على الأرض دي جزء من الموضوع دي نتيجة للموضوع دي بتعبر عن النظام المالي العالمي الجديد لكن احنا لازم نرجع لورا شوية الحرب الاقتصادية طول الوقت كانت موجودة الحرب العالمية التانية كانت حرب اقتصادية الحرب العالمية الاولى كانت حرب اقتصادية الدول الغربية والشرقية تتصارع دائما من اجل المصالح المالية من اجل السيطرة على صروات الامم يعني منذ اختراع الطاقة البخارية بقيت عندنا معدات كبيرة مكان بيعمل انتاج كبير بقينا محتاجين لمواد خام عشان نشغل بها المكان ده وكمان بقينا محتاجين اسواق نصرف فيها المنتجات دي بريطانيا كانت في البداية لما عملت مكنة الغزل والنسيج بقيت محتاجة الغزل محتاجة القطن عشان تشغل بيه الماكنة وبقيت عندها كمية ضخمة من القماشة عايزة اسواق تصرفها فيها هي الفكرة بالزبط كده هو المهاردة الفكرة طول عمرها مين هيقدر يحتل اكبر جزء من دول العالم اللي فيها خيرات وصروات ولان شكل الاحتلال القديم تغير فبقى غزة اقتصادية نتيجة الحرب العالمية التانية الدول المتحربة في الآخر أو الدول المنتصرة في الحرب السبع دول الكبار أعضاء مجلس الأمن لما انتهوا من الحرب العالمية التانية ده كان من خلال ان هم اتفقوا على مجموعة من الاتفاقيات اللي يتم ادارة الاقتصاد العالمي من خلالها ولا تسبب مشاكل ونزاعات داخلية ما بينهم وهي الدول النووية اللي لها القرار في مجلس الأمن هي الدول دي اجتمعت أسسة منظمة التجارة العالمية اجتمعت أسسة اتفاقيات الجات واتفاقيات حماية الملكية الفكرية زي ما هي كمان اتفقت اتفاقية بريتون وودز في سنة 1944 اللي بتقول أن العملة التي ستستخدم في التجارة الدولية هي الدولار الأمريكي بشرط أن الدولار الأمريكي ده قبل ما أمريكا تطبع أي دولار لازم يكون عندها قدامه كمية من الزهب إلا أن بعد فترة وخلال الحرب البردة وفي سنة 1970 خرج الرئيس الأمريكي للعالم كله بعد خسارته في حرب فيتنام واستهلاك النفقات الأمريكية واعلن أنه هيتم طباعة الدولار بدون أي اغطاء زهبي يعني الولايات المتحدة الأمريكية كل ما تحتاج تطبع دولار هتطبع طيب أنا داخليا كأي دولة لو طبعت العملة المحلية بتاعتي هيحصل تضخم داخلي المنتجات هيبقى تمانها عالي جدا إزاي ده ما حصلش بقى في الولايات المتحدة الأمريكية هذه العملة دي متوزعة على العالم كلنا على مستوى العالم بنستخدمها فالتضخم بيتوزع على كل واحد بيستخدم هذه العملة يعني الارتفاع الأتماني النهاردة اللي حاصل ده نتيجة أن الولايات المتحدة الأمريكية أفرطت في طباعة الدولار في وقت أزمة كورونا يعني إزاي عندي شعب ما بينتكشي شعب قاعد لمدة سنة ونص بيستهلك منين إذا كانت أمريكا كان عندها أزمات اقتصادية قبل وقت كورونا يعني ما ننساش أن الرئيس دونالد ترامب كان فرض أقوبات اقتصادية على الصين وعلى الواردات الصينية بأكتر من 300 مليون دولار أمريكي بسبب أنه عنده مشكلة اقتصادية فالفكرة النهاردة أن هذه الدول تتصارع والحرب الاقتصادية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في أساسها رغبة في خروج الصين وروسيا والهند من استخدام الدولار كعملة في مبادلات التجارة الدولية عشان يحفظوا نفسهم من خطر التضخم الدولاري والفعل هم في 2009 اجتمعوا وأسسوا منظمة ما بينهم المنظمة دي اسمها بريكس حاليا لأن انضمت ليهم كمان فيها جنوب أفريقيا البريكس دي هدفها الوحيد هو إنشاء نظام مالي عالمي جديد بعيدا عن سيطرة الدولار دي المنظمة دي معلنة كده وهو ده الأحداث اللي حصلت وعلى مر الاثناشر سنة اللي فاتوا الولايات المتحدة الأمريكية بتفرض عقوبات اقتصادية على الصين وعلى روسيا بهدف التحليم من قوتهم الاقتصادية هادث الآخر عشان ما نوصلش للنتيجة اللي سواء رغبت أم لم ترغب الولايات المتحدة حصلت بسبب الحرب على أوكرانيا او بسبب انا شايف النهاردة معركة النهاردة دي هي جزء من حرب كبيرة يعني النهاردة هم بمجرد ما فرضوا عقوبات على روسيا ان احنا بنخرجك من نظام السويفت روسيا عندها استعداد عندها منظومة إلكترونية وبتقدر من خلالها انها تعمل المبادلات المالية راحت الصين فورا ضعفة استراضها للنفط وللغاز من روسيا راحت الهند ضعفة استراضها للنفط وللغاز من روسيا فإذا فيه اتفاق مسبق ما بين التلات دول دول على ان هيحصل تبادل تجاري ما بينهم بغض النظر عن الاقوبات الامريكية يعني كل دول العالم كانت بتخاف تاخد اي قرار درقا للأقوبات الامريكية لان النهاردة التلات دول دول شكلوا تحالف ما بينهم المبادلات الاقتصادية بالتم فروسيا ما بتواجهش مشكلة حقيقية بل النهاردة المشكلة موجودة عند اوروبا لان روسيا اسست في خلال اخر 10 سنين خط الغاز الاساسي اللي بيمد الدول الاوروبية بالغاز اللي بيعني بالنسبة لهم الدفء اللي بيعني بالنسبة لهم بالانتاج والطاقة والمصامع فالنهاردة اوروبا في اختيار ما بين مصلحتها مصلحة المانيا ومصلحة ايطاليا ومصلحة وصداقتها مع امريكا وصداقتها مع امريكا وهتصور ان دايما هيكون قرارهم مرتبط بالمصلحة الاقتصادية لان انا قدامي مش غايب عن زهن ان بريطانيا خرجت السنة اللي فاتت من الاتحاد الاوروبي بسبب حماية شعبها من مخاطر البطالة عشان البطالة اللي كان بتتصدر لها من اوروبا والتدخم اللي بيتصدر لها من اوروبا فايزا الولاء في العالم الغربي هو في الاخر للربح وللمصالح الاقتصادية والتجارية ففي تصوري ان المعارك اللي من النوع ده هتستمر الى ان يستتب النظام المالي لعلامي الجديد اللي فرضته النهاردة روسيا يعني انا مستمتعة وحضرتك بتحكي لان دي خلفية وطبعا ده مش غريب على شخص اكاديمي وبيشتغل في الارض كمان يعني لكن دكتور هو سؤالنا بقى تحديدا هو هل من المطلوب من الدول الاقتصاداتها نامية زي مصر مصر كنا مسجلين قبل كورونا معدلات نمو عظيمة جدا ما حصلتش من فترات طويلة في تاريخنا هل مطلوب او متوقع مننا ما في هذا النظام العالمي الجديد اننا نسقط ونتفرق انا نكون مفعول به ولا مصر عندها رؤية حقيقة موجودة على الارض ممكن على الاقل تدمر لنا الثبات لحين استقرار النظام العالمي جديد ده اللي بالتأكيد هيحصل يعني ولا مش هيحصل بيحصل هو من الارضة بيحصل من اليوم اللي حصل فيه مبادلات مالية مع روسيا بالرغم ان العقبات المالية الامريكية خلاص مع روسيا بتشتغل فمن هذا اليوم فيه ارادة جديدة وفيه ادارة جديدة للعالم وهم كانت رابطهم في المنظمة اللي انا قلت لخضرتك عليها البريكس هي النهاردة هدف واضح وهو ان العالم الاوحد معاملات بعملة اخرى غيره والعالم اللي هو زو قطب واحد ده انتهى فيه صنائية في الاقطاب النهاردة الفكرة ان فيه ازمة عالمية فيه ازمة عالمية الازمة دي رجعة في البداية للانتاج فيه النهاردة اي ازمة هيمر بيها فرض او هيمر بيها مجتمع نتيجة ان هو بيستهلك اكتر من اللي بينتجه لازم نبقى شايفين الحقيقة ولازم نكون صراحاء وصدقين مع انفوسنا عشان نغير يعني هم بيواجهوا مشكلة ان عندهم بضاعة نقصة في اسواقهم وده راجع لعدة اسباب ان محدش كان بيزرع في الموسم التاني لكورونا لان الاسواق كانت مشتتة محدش كان عارف كورونا هتنتهي امتى فالمنتجات الزراعية زادت لما هيرجع الانتاج لطبيعة وغيرت انخفض اسعار المنتجات الزراعية فده على بداية الموسم الزراعي الحصاد القادم ان شاء الله طيب يعني انا لو عندي انتاج وزودت في انتاجي انا هخفف من حدود المشكلة دي بالنسبة لي انا كفرد او انا كمجتمع او انا كدولة انا النهاردة كاي واحد فينا عنده استهلاك انا ما بنصحش الناس اقول لهم اقللوا في استهلاككم وشدوا الحزام لا انا بقول لناس اشتغلوا اكتر انا بشتغل للوقتي 8 ساعات والدخل بتاعي مش مكفيني انا هشوف شغلانة تانية واشتغل 14 ساعة انا بشتغل 14 ساعة ومش مكفيني هدور على تخصص تاني هفكر ازاي غير الكرير بتاعي هفكر ازاي ادرس حاجة هتعلم مادة جديدة لو مش هتنفعني دلوقتي هتنفعني بعد سنة يعني بشكل فردي وبشكل دولي احنا ما عندناش مخرج جرزيات الانتاج انا ما بشوفهاش كده انا ممكن تشوفي المشهد على انه ازمة وانا ممكن اشوفه على انه فرصة ازاي من بداية كورونا واحنا بنتكلم على تغيير سلاسل الامدادات يعني ده كان المصطلح او العنوان الكبير في الاعلام الغربي ويعنيهم على الصين وعلى طريق الحرير بتاع الصين فهم كانوا عايزين ما تبقاش الصين دي هي مصنع العالم فده عندنا فرصة انا بالنسبة لي كمنافس الصين شريك تجاري ودولة مهمة اقتصاديا بالنسبة لنا ولكن انا كمان كمصر اقدر ابقى منافس اه اقدر ابقى منافس او على الاقل اقدر ابقى لاعب في هذا الاقتصاد العالمي حضرتك مثلا بتتكلمي كنت بتتكلمي عن صناعة السيارات في رأيي ان صناعة السيارات مش هتبدأ غير من الورش الصغيرة انا دلوقتي بكلم المستورد بقوله انت كنت بتروح تجيب قطعة الغيار دي اللي هي عبارة عن قطعة حديد وقطعة كويتش وقطعة بلاستيك الخمات دي موجودة في مصر فبعدل ما تروح تجيبها تعال انزل على الورش اللي جنب المحل بتاعك واطلب منهم ينفزوها احنا عندنا ورش نكحة جدا اه وتقدر تلك ومهم جدا للناس انها تعرف ان النهضة الصناعية في المانيا بدأت من خلال الورش يعني هما في الاول لما حبوا يشغلوا الشعب الالماني في الصناعة كانت ورش صغيرة بدأوا يستوردوا العدد والقلات من بريطانيا وبدأوا يجيبوا ناس يدربوهم وبدأوا ان الشعب كله يتجيش في الصناعة الشعب كله يبقى بيصنع طب انا هكتزب المصريين ازاي للصناعة هادي الفرصة لما المستورة دي بقت امن وغالي جدا انت تقدر تصنع المنتج ده محليا وتقدر ان انت تحقق مكسب بشرط انك تحقق في الجودة ودي الحاجة اللي لسه اعتقد نقصانة وانك تقدر تصنعه بكل تفاصيله بقى يعني المواد الخامن سوفي حضرتك احنا النهاردة انا في البداية مش بقول للشعب روح صنع سيارة انا بقول صنعه القطع الغيار بتاعة السيارات وخاصة ان فيه حاجات منها كمان بتيجي المصر مستوردة ومستعملة فانا مش صعب جدا على الورشة المصرية ولا على العامل المصري انه يقلد المنتج انه يشوف قطعة الغيار دي ويصنعها ونخلي بالنا من حاجة الدولة في السنين اللي فاتت اهتمت بشكل كبير جدا بصناعة المقاولات وبصناعة التشهيد والبناء باعتبارها قطرة للتنمية وده نجح انه يخفض معدلات البطالة من 14% ل7% يعني احنا نجحنا ان احنا نقبر الفخ بتاع كورونا بسبب حكمة فخامة الرئيس ان مصر ما كانش عندها حظر كل في العمل احنا كان عندنا حظر انتقائي للفئات الاكثر تضرورا من المرض زي كبار السن واصحاب الامراض المزمنة وتحديدا قطع التشهيد والبناء فدخل لنا النهاردة معدلات النمو دي هي اللي حميانة من الازمة ان الناس كانت بتشتغل والناس كانت محتفظة بمعدلات الدخل بتاعتها انما الناس في الولايات المتحدة الامريكية النهاردة بتعاني من سداد اقصاط القرض بتاع رهن البيت ورهن العربية هم عندهم المشكلة دي واعانات البطالة وبذكر القرارات الاستباقية انا عايز اشارك محضرتك مجموعة من القرارات اللي اعلنها سيادة رئيس في حفل افطار الاسرة المصرية واللي كانت معظمها اجابات على الاسئلة اللي احنا بنقولها لحد النهاردة اولا هم 13 قرار بس عايز اقول مثلا تكليف الحكومة بتعزيز اوجه الدعم المقدم لمزاريه الامح فكرة الزراع لا فاني بدأ الامح اخد نوعين من الدعم نوع للشعب المصري خلي بالك الشعب المصري في استهلاكه مش كل الشعب المصري بيتعايش على المنتجات المستوردة يعني فيه كتير من المصريين يوم والطبيعي مفهوش غير الاكل والشرب والعيش والبطاطس والطماطم فالدولة لما تدخلت اول لما ارتفعت اسعار الامح العالمية وسبتتها حتى للأفران السياحية لها بتورد لعموم الشعب المصري هنا الدولة تدخلت تدخل حقيقي ودعم مادة حقيقي كلف الموازنة مبالغ ضخمة جدا فالدولة دي كانت بالنسبة لها قرار استباقي الدولة لما قررت انها تقدم للناس العلاوة ابتداء من شهر ابريل بدل شهر يوليو فده قرار استباقي دي دولة عارفة انه يحصل تدخم في شهر يوليو اللي هو فيه كمان شهر رمضان فقدمت للناس الفلوس الاول غازة السوق بالمكارونة وبالزيت وبالرز في الوقت الشعب في ألمانيا كل واحد اللي ازازت زيت واحدة اللي عمدهم قيود على المشتريات السوق المصري جانب المنتجات مشكورك انك فكرت عن حدد دي طول وقت اقول يا رب وهو البلد دي فيها خير الحمد لله يعني انا افتكر قوي طوابير وقت الثورة حتى طبعا ما كناش حسين ان في حاجة نقصة ولا فوقاق كورونا وقت كورونا ما حسناش بحاجة نقصة والهلع العالمي اللي حصل ده بس انا برضو هقول لحضرتك على حاجة احنا عندنا مشكلة كبيرة اسمها الاقتصاد الغير رسمي يعني حجم الاقتصاد المصري الحقيقي اربع اضعاف الحجم اللي متسجل في الدفاتر وده بقى سؤالي احنا متكلم عن دعم وتوطين الصناعات انه نوع من الصناعات اللي تخلينا اولا اللي حضرتك بتذكره دمج تدمج الاقتصاد غير الرسمي انا بنتج حاجة بس الدولة مش شايفاني مش قادرة تساعدني ولا انا قادر اخد مساعدة من الدولة بسبب ان انا بشتغل بالتوطين ده ما بيحعبرش يعني حتى في الاقتمان احنا كمصر لما كل ما نظهر قوة اقتصادنا وهو حجمه عامل ازاي ده يفيدنا في التعامل مع الشركاء الاجانب ولكن حتى الان بالرغم من مطالبة سيادة الرئيس اكتر من مرة بالشمول المالي وخطة الدولة الا ان حتى الان انا مش قادر اكتذب كل الشرايح من الناس انها تسجل نشاطها كل مواطن يرجع هو كام مرة بيشتري في اليوم بدون فطورة كل هذه المعاملات اللي بتتم بدون فطورة هي تهرب من الضرائب هي غير مسجلة امام الاقتصاد الرسمي فاحنا عندنا حجم من السلع ومن المنتجات اللي بيتم تدولها اكتر اربع اضعاف من اللي بيتم بشكل مسجل فانا النهاردة مهم جدا ليه كدولة ان انا نبدأ اقدم حوافز للناس عشان يبدأوا يسجلوا اقتصادهم ويتم دمجهم في الاقتصاد الرسمي وده النهاردة اللي بيحصل من خلال بنك تنمية الصدرات ومن خلال جهاز تنمية الصدرات ان الدولة بدأت تقدم حوافز حقيقية للناس اللي هتساهم في التصدير الدولة عندها خطة ان احنا يبقى عندنا صدرات سنوية بمئة مليار دولار امريكي الخطة دي خطة طموحة جدا واحنا نقدر نحققها على ارض الواقع لان في دول بتحققها بس في صناعة الملابس يعني بانجلاديش بتعملها في الملابس بتنم بتعملها في الملابس انت عندك فرص وعيدة ان انت تنمي هذه القطاعات بس انا محتاج تطوير في ناس شباب عندهم ورش للملابس ولكن محتاجين يكتمعوا بمكاتب للتصدير وناس بتاع التسويق بدل ما المستورد المصري بيشتغل يجيب لنا هو دلوقتي وقته انه افتح لنا اسواق جديدة لا ده احنا دلوقتي اسواق في الدول العربية واسواق في الدول الافريقية احنا محتاجين نتحرك في هذا المحيط ونفتح للناس اصحاب الورش واصحاب المصانع الصغيرة فرص اكبر محتاجين النهاردة نهتم بالصناعات متنهية الصغر انا اهتمامي في المقام الاول ان كل بيتي يبقى منتج ان كل منطقة يبقى فيها تخصص انتاجي معين اهتمامي ان الدولة توجه الفرص اللي موجودة دلوقتي للشعب يستفيد بيها انت بتستوردي ب55 مليار دولار امريكي لفلوس ممكن تدخل جيب المصريين يعني هنفضل مضطرين نستورد عدد وادوات وخطوط انتاج وإلى آخره بس انا قدامي على الاقل 10 مليارة قدروا وفارهم يدخلوا الجيب المصريين بدل ما يروحوا لأي مصنع في العالم انا يا دكتور بشكرك لأسباب كتير يعني طبعا يتلو الكلام عن العلم الغزير والمعلومات الكتير لكن كمان لانك حولتنا الحديث عن الازمة الى فرصة هي فرصة في الحقيقة فبشكرك يا دكتور وانا متأكدة انه دي رؤية حقيقية للدولة تاني هرجع افكر نفسي وحضراتكم قرارات الاخيرة اللي تم اطلاقها هي مش بس قرارات لكن هي قرارات تم تفعيلها بالفعل من ضمنها دور قطاع الخاص القاعدة الصناعية صناعات الصغيرة المتوسطة توطين الصناعات الوطنية كل الكلام اللي احنا شايفينه عنوين كبيرة اللي دكتور احمد سعيد كان بيشرح لنا تفاصيل وتفاصيل امكانات حدوثه الازمة فرصة وقوة كل الازمة في فرص حقيقية واذا مر مئة يوم على الازمة العالمية الحرب الاقتصادية العالمية الجديدة بحسب توصيف دكتور احمد مر كمان مئة يوم من الفرص لنا كمصريين ان نكون لاعبين اساسيين في هذا الاقتصاد العالمي الجديد اللي بيتشكل بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا